بسم الله الرحمن الرحيم طلبت وطالبات الثانوية العامة بمراحلها الثلاثة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم موعدنا مع حل قطع جديدة من قطع الثانوية العامة فلنبدأ في عام 1961 جون كيندي أصبح رئيسا طبعا لأمريكا العالم حينئذ قدم له طعم زوجته الجميلة جاكلين بوبر كيندي هي كانت ذكية جريسفل رشيقة وبيوتفول وجميلة الأمريكان والعالم وقعوا في حبها هي قد ولدت عام 1929 هي عاشت في مدينة نيويورك وستهامبتون لونغ آيلاند طعندي طبع الجزيرة ديني هي حبت رقوب الأحصنة وكانت تتلقى فيها دروسا في سن مبكرة ذهبت إلى المدارس الخاصة هي أهتمامها كانت كتابة القصص والشعر هي أهتمامها كانت كتابة القصائد والقصص إبا أهتمامها كانت كتابة القصائد والقصص إبا دولة ممكن أن نعتبرهم واحدة بيليه لورقص البليه أند دروينج والرسم إبا كلا تلات اهتمامات ولو خدنا برضو لفظ اللي يحب برضو تلاتي بدياني الربع ليا رايدينج وحورسز إبا عشان هوايتها هاتي بأدامنا هماني أربع جاكلين ترابلد لوفر ذا ويرلد إبا سافرت في كل أنحاء العالم شي بي كيم افوتوغرافر فور واشنطن دي سي وكانت مصورة لمجالة واشنطن إبا أو جريدة واشنطن يا واشنطن دي سي نيوز بيبر إبا كانت مصورة لجريدة واشنطن دي سي أنسون مت سينتر جون كندي وفي الحال تقابلت مع السينتر جون كندي طعنه في عضو المجلس النواب بتاع أمريكا بيسموه سينتر شي مارت جون كندي بتزوجت جون كندي في 1953 إبا في عام 1953 وطبعا هو أصبح رئيس عام 1961 They had two children بكان لديهم طفلين كارلون ان جون اي ار بكارلون ان جون جي ار وطعن دونت اسم الولدين بتاهم who was born just before جون كندي became president in 1960 ولت ولد قبل طعن جون كندي ما يصبح رئيس في عام 1960 وإحنا أعرفين هو أصبح رئيس عام 1961 The family moved into the white house الأسرة انتقلت إلى البيت الأبيض ذي طبعا الرئيس بأسرته بينتقل يعيش في البيت الأبيض They had another child باتريكا كان عندهم طفل آخر اللي هو باتريكا who was born prematurely and died والذي ولد طبعا قبل أن يتم أو تولد ناقصا ومات إبقى لم يتم النطق ومات طعن هنا هو يبقى تولد امتا نخلي بالنا هو ده تولد قبل ما يبقى رئيس اللي هو طبعا كان ايه اللي هو جون جي ار تولد عام 1969 قبل ما كان يبقى رئيس هنا الطفل الثاني ده اللي هو باتريك اللي طعن تولد ومات ده تولد بعد ما أصبح رئيس فهو كان رئيس سنة 1961 فلابد ان هو يكون تولد بعد 1961 عشان ما نشوف التواريخ اللي جاء لنا في الاختياري يعني السنة اللي هو تولد فيها يبقى دوقة الرئيس بتسمى السيدة الأولى كسيدة أولى تقعن اختصار لجاكلين يبقى هي طبعا هنا نمت أو دعمت الفنون شي انترديوز دوارلتو ذا وايت هاويس يبقى قدمت العالم للبيت الأبيض باي كوندكتينج تورز فور بيزيترز بأنها طبعا نظمت رحلات للدائرين للبيت الأبيض شي هاد مني ريسبونسبلاتيز كان لديها العديد من المسئوليات ولكن أطفالها دائما ما كانهم طبعا على رأس الأولويات ما باريورتي الأولوية تراجدي استراك إبقى تراجدي استراك إبقى تاني الكارثة ضربت بإغتيال الرئيس كندي تاني دوارلتو جاكلين كندي هاد تو كير فور هير تشيلدرين ألون فكان تاني على جاكلين أن تعتني بأولادها بمفضية لأن طبعا زوجها كان أغتيل انتقلت إلى مدينة نيويورك إبقى كانت بتحميل أطفال من كل طبعا الشهرة أو كل أنواع الشهرة فهي أرادت تان خصوصية أو عزلة بقدر الإمكان إبقى كانت عايزة تازلهم بيد عن الأضواء وطبعا عن الصحافة والكلمة ولكن الناس والصحافة دائما أرادوا أن يعرفوا عن حياتها هي مارد أرستوتال أونسيز فتزوجت هذا الرجل في عام 1968 وعاشت في اليونان لأننا نسأل السؤال على بعد موته عنده دستة الأونسيز رجعت مرة أخرى إلى مدينة نيويورك وكانت محرر القرندياني وماتت في عام 1994 نشوف الأسئلة مع بعض أول سؤال The best title for the passages إبقى لأفضل عنوان للقطع هو تان تبقى لترسي لجاكلينز بوفار لايف إبقى حياة جاكلين رقم 20 After reading the passages بعد قراءة القطع We can say that نستطيع أن نقول أن جاكلينز كاركتر أوض لأن الشخصية بتاعة جاكلين كانت ملها تان تبقى sensitive لية حساسة لأنها كانت عايزة تبتعد عن الصحافة والأضواء والناس وتخبي ولدها بنفس الوات معها رقم 21 According to the passages طبقا للكطع جاكلين هاد نقط حبز تان يدنهم مع بعض فوق هيبقوا أربعة إبا تبقى فور 22 The main idea of the first paragraph is الفيكة الرئيسية للبارغراف الأول هي تان دي كلمت عن جاكلينز أيرلي لايف إبا حياة جاكلين الأولى أولية طبعا بدايات حياتها رقم 23 We can enter from the passages the word graceful means الممكن نستنتج من الكطعة بأن كلمة graceful يمعناه رشيق طعن تبقى هنا attractive اللي هي قذب لأن بلان معناه سمين أو بدين أقلي قبيح سلي سخيف 24 Where did Jacqueline live when she married Onassis بل أين جاكلين عاشت عندما تزوجت Onassis طعن زي ما شفنا في القطعة كانت جريس اللي هي اليونان 25 Which year do you think Patrick was born in فأي عام ولن تعتقد بأن باتريك قد ولدت طبعا قلنا هو تولد بعد ما كندي أصبح رئيس وكندي كانت عام 1961 أصبح رئيس إبقى التاريخ اللي بعد 61 هو اللي نخده له هنا 62 رقم 26 Women in the latest tears بل النساء في السنوات الأخيرة طعن تبقى الإجابة هنا Have more effective role in society إبا لهم دور أكثر تأثيرا أو أكثر فعالية في المجتمع شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة